السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله لقد تم الاعلان للتو عن اخبار جيدة في الجزائر ويمكن ان تؤدي مباشرة الى الفتح الكامل لحدود البلاد التي تم اغلاقها منذ اكثر من عامين حتى الان حافظت السلطات الجزائريات على فتح جزئي للحدود منذ الاول من يونيو 2021 حاليا لا يزال هذا القرار ضارا بالمسافرين في الواقع على الرغم من زيادة الاخيرة في الرحلات الخطوط الجوية الجزائرية الا انها لا تزال مركزه في عدد محدود من البلدان وخاصة فرنسا من ناحية اخرى لا يزال فتح الحدود البحريات والبريات خزولة ايضا مع اقل من عشرة الرحلات بحريات في الاسبوع جميع الشركات مجتمعة ما زلنا بعيدين عن وترة ما قبل الازمة الصحية فيما يتعلق بالحدود البارية ولا سيما مع تونس يظل فتحها ايضا مقصورا حصريا على الاشخاص الذين يقيمون بشكل رئيسي في هذا البلد المجاور للجزائر وكان النائب الحلوهاب اليعقبي قد اثيرت هذه القضايا اول من امس واكد الاخير الذي التقى وزير النقل عبدالله المنجي الارادة الحازمة لدى اول مسؤول عن القطع في الادارة الصريعة لهذه الملفات في هذا السياق وردت اخبار جيدة جدا في الجزائر ويمكن ان تؤدي الى فتح كامل لحدود البلد بشكل اسرع مما كان متوقعا اعلن البروفيسور رياضي محياوي عضو اللجنة العلميات للرصد جائحة كوفيد 19 انه ورائنا وقال ذات الاختصاصي في تصريح للاذاعة الوطنية انه يمكن القول ان الوباء ورائنا وان الفيروس هزم وعلى صعيد الارقام كانت وزارة الصحة قد اعلنت انه لم يتم التعارف على اي حالة اصابه كما افاد تقرير الاثنين الثامن عشر من ابريل عن حالتين جديدتين فقط ترجمة نانسي قنقر